قال تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا كم هنا للتكثير كم من قرية القرية مجموعة البيوت المستقرة ليس المعنى الذي عندنا في مصر نطلق المدن والقرى لا مدننا أو تعتبر قرى ومن ثم قال تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها ويمك وقال النبي في شأن المدينة أمرت بقرية تأكل القرى فالقرية هي مجموعة البيوت المستقرة تختلف عن البدو الرحل وعن البادية التي يتنقل أهلها من مكان إلى آخر حسب العشب وحسب احتياجات أغنامهم وأنعمهم وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا كيف أهلكناها وبعد ذلك فجاءها بأسنا كيف أهلكناها فبعدها يجيء البأس التمس بعض العلماء التماسات ووجهوا بتوجيهات قالوا أهلكناها بإغراقها في الذنوب هلكت اغرقت بالذنوب واغرقت بالكبائر واغرقت بأنواع الإجرام فالإغراق والإهلاك هنا إهلاك بالذنوب أزنبت كثيرا كما قال فريقه من المفسرين في تفسير قوله تعالى وَلَا تُلْقُوا بأيديكم إلى التهلكة قالوا لِلْقَاءُ بِالْيَدِ إلى التهلكة لَهُمْ عَانٍ مِنْهَا اليأس من رحمة الله فأغرق الشخص في اليأس يأس تماما من رحمة الله فيهلك فهنا الإهلاك الإغراق في الذنوب وكم من قرية أهلكناها أغرقناها في الذنوب فجاء بأسنا بياتا ومن من قل هو المقدم في أسياق المؤقر في المعنى وهذا وارد في كتاب الله سبحانه وتعالى في عدة مواطن في عدة مواطن مثل آيات البقرة فإذ قال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة فإذا تلوت الآيات بلغت قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها والمعنى يقتضي أن إذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها فذهبتم إلى موسى فقال لكم إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا أي عذابنا بياتا أي وهم نيام أو هم قائلون وقت القيلولة فالقرى يأتيها البأس بغتة في كثير من الأحيان وبياتا وهم نائمون يأتيهم زلزال يأتيهم عذاب من عند الله يصلط الله قوما على قوم الليلة نعوذ بالله من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطلق بخير يا رحمن أو هم قائلون يعني وقت القيلولة ممكن يصلط الله عليهم عذابا من فوقهم خسف قذف زلزال يصار تتنوع ابتلاءات الله سبحانه وتعالى مرض يصلط على الناس فجأة من حيث لا يدري أحدهم ولا يحتسب فجاء بأسنا بياتا أو هم قائلون وقت القيلولة وقد قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وعلى الجميع أن يحذر غضب الله ومكر الله سبحانه ولا يخف عليكم أن كثيرا جدا من الأمم التي أبادها الله أفناها لم تبد ولم تهلك إلا وهي في عظيم قوتها وهي في أشد قوتها فعلى سبيل المثال قوم عاد أو قوم ثمود أولقوا في غاية من القوة وقوم فرعون كان كبيرهم يقول هذه الأنهار تجري من تحته فقتلوهم في غاية من القوة والشدة والبأس ومع ذلك يأتيهم عذاب من الله فهذا يطمئننا وأجعل نفوسنا مطمئنة لأن الله قادر على هؤلاء الظلمة الذين يسعون في الأرض بالفساد من اليهود والأمريكان والأوروبيين والأحزاب المتألبة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا نشك في قدرة الله عليهم ولكنه سبحانه ليس بغافل أبدا ليس بغافل عنهم وعن صنيعهم ولكن كل شيء عنده بمقدار وهو يعلم ونحن لا نعلم وقد يريد أن يتخذ من الناس شهداء قد يريد أن يرجع الناس إلى دينهم فوال عليهم وما نحن إلا عبيد له سبحانه